في عملية سياسية معتلة وفرقاء سريعي التشرذب والالتقاء لا يمكن لمشكلة أن تحل إلا من الخارج والذي لا تطوله يد الوكلاء تصله يد الأصلاء بدوامة من الأزمات تدور حكومة عبد المهد الناقصة حول المناصب وتقاسم الكعكة الحكومية حتى وصلت المفاوضات في بعض الأحيان إلى طريق مزدود ما استدعى رحلة حج سياسي إلى طهران قبلة أغلب الفرقاء السياسيين في العراق أو زيارة على عجل لأحد المسؤولين الأجانب لوضع حد للصراع مصادر حكومية قالت إن إيران تمارس ضغطا على حكومة عبد المهدي للتوصل إلى اتفاق مع الأكراد يضع حدا للأزمة بين بغداد وأربيل بالتزامن مع ضغط مماثل على تحالفي الصدر والعامري للوصول إلى اتفاق يعجل إكمال التشكيلة الحكومية الضغوط الإيرانية أثمرت عن شبه اتفاق بين أربيل وبغداد يقضي بعودة البيشمرقة إلى بعض المناطق أهمها كركوك ولعل اختناق إيران بطوق العقوبات الأمريكية يوضح سبب دفعها للتصالح مع كردستان العراق بعد أن سيطرت مخالبها على كركوك قبل عام ونصف فهي تحتاج لأي منفذ يكسر العقوبات لا سيما وأن كردستان تمتلك موقعا جغرافيا مهما لطهران بحسب مراقبين على ذات الزاوية ترمي طهران حجرها بالسعي لعادة رص صفوف حلفائها بعد أن شضت الوزارات الأمنية التحالفهم فعقدت سلسلة مفاوضات بين تحالفي سائرون والفتح أنتجت انفراجا بالأزمة وتسلم عدة مقترحات منها منح فالح الفيار وزارة للأمن الوطني بدلا عن الداخلية وفق تصريح النائب عن تحالف الفتح عامر الفائز من جهته قال النائب عن تحالف الإصلاح فيصل العساوي أن تحالف سائرون يدعم تولي الفياض منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية لافتا إلى انفراط عقد تحالف الإصلاح بعد اختزاله من قبل سائرون وهذا الاختزال يقود إلى صورة أدق تنقل المشهد من أحاديث الأحزاب المدنية والحكومات التعددية الديمقراطية إلى طاولة الحل الفعلية حيث يحقق سليماني ما عجز عنه كلاؤه ورسمت له أحلام خامنائي ترجمة نانسي قنقر